هنا من أحد المساجد ببلدية القصبة يتوفد البعض ممن ابتلهم الله بالإدمان على المخدرات وهم في ريعان شبابهم كلهم يبحثون عن السبيل للخروج من هذا النفق المظلم فوجدوا بيوت الله مفتوحة أمامهم وفيها أخصائيون وأئمة مجندين لمساعدتهم المدرسة القرآنية والتربوية المسجد البراني تتابع هذه العملية كان تسجل عندنا تقريبا أكثر من 40 مدمن خذينا المعلومات التحهم ولا تزال الحملة مستمرة بشكل دوري كل جمعة بعد صلاة العاصر نستقبل المدمن نحن كوسطة اجتماعيين تكون كين همزة توصل بين المدمن وبين الجهة المعالجة المبادرة هذه قام بها الإخوة على مستوى المدرسة القرآنية والتربوية الدينية على مستوى مسجد البراني بحي القصب العتيق نظرا لخطورة وانتشار رهيب للمخدرات في وسط الشباب خاصة في هذا الحي الذي يعتبر نقطة سوداء في العاصمة لامسنا تجاوبا من الفئة التي تتلقى العلاج بهذا المسجد بعد تقربنا من بعضهم تبدلوا تبدلوا بزافة فايز تبدلوا بشيء هذا كشفنا تتبعنا وستقسينا شيء وخاهم وصحونا بيها ووقفوا معنا وتبدلوا وتقول شيء كي جبدنا عليها بدأت تزقى مش في الأحوال مش كما مع الأول الضار الأخرى تتوز على النور خامل لك ولا عفزة وقم جميع حاجة كي تديرها لازم لك إرادة تتوز فيها إرادة وتتحبس هذه العفزة زيادة للتعبد والاستفادة من الدروس الدينية وجب أن تكون المساجد ملجأ كل من ظل السبيل ليعود إلى الطريق المستقيم ترجمة نانسي قنقر